موسيقى أنا بنتقل بحضراتكم إلى الاستلاء الموظف العام على الأموال العامة احنا قلنا في الاختلاص يجب أن تكون الأموال المختلصة في حيازة الموظف العام وأن تكون الوظيفة اقتضت وجود الأموال دي في الهيئة أو في الوظيفة وأن حضراتكم بشروط معينة هنا بقى الاستلاء الاستلاء دي حضراتكم هنا مش لازم يكون مستلم الفلوس أو المال ده وحضراتكم ما يكونش بس هنا لابد أن الجريمة تقع بالموظف العام وهنا برضو أنه لابد أن تكون صفة الصفة الوظيفية للجاني تظل علقة به لم تزل عنه وقت ارتكاب الجريمة يعني وقت ارتكاب الجريمة دي لا يبد أن يكون موظف عام لأن احنا قلنا غير كده لابد أن بتبقى جريمة من جرائم اللي بتقع من الأفراد العاديين على الأموال وبتكون العقوبة أو الجريمة جريمة السرقة أو النصب لكن طالما أنه مش موظف عام هنا أيضا هنا أيضا بيفترض لوقوع الجريمة أحد أمره أن يكون المال المستولى عليه مال عام وأن يقتضي وجود المال في أن يكون عنصرا من عناصر زميتها المالية يبقى أول حاجة أن يكون المال المستولى عليه مالا عام عشان حضراتكم تقع الجريمة أن يكون مال عام وأن يكون عنصر من عناصر زمت اللاجهة العامة أو الوظيفة العامة ويكون أنه فضلا عن أنه يبقى جزء من زمتها المالية أن يكون آتى ليها عن طريق مشروع ما يكونش وصل من غير الطريق المشروع يعني يا حضراتكم مثلا اللي هي الجهات اللي أموالها أموال عامة زي الاتحادات زي اتحاد الكورة مثلا زي النقابات زي نقابة المحامين ونقابة المعلمين ونقابة المهندية أموالها أموال عامة زي حضراتكم الاتحادات احنا قلنا اتحاد العمال اتحاد الكورة دي أموالها أموال عامة أيضا أيضا حضراتكم لازم يكون المال اللي موجود فيها آتى ليها بطريق مشروع وإن يكون أحد عناصر الزمة المالية لهذا الكيان هنا الموظف العام اللي بيشتغل في الجمعية التعاونية لا يعتبر هنا قلنا قدام المحكمة لا يعتبر هذا الموظف أنه استولى على مال عام لأن فرع السعر هنا يعني ما دخلش في الزمة المالية للجمعية لأنه يجب أن يدخل في الزمة الجمعية للجمعية الزمة المالية للجمعية بسبب صحيح والبيع بازد من التسعيره ليس سبب صحيح وبالتالي فهو لما إذا على فرض صحة الأوراق أنه خاد الفرق ده فالفرق ده هو ما بيعتبرش أنه استولى على المال العام وفعلا المحكمة هنا عدلت من وصف التهمة وهنا حكمته بتهمة بتهمة غير جريمة الاختلاص بتهمة الجنحة ودية كانت برضو أنه الأمور أنه لازم تتحكم صحيح هنا ولازم الأستاذ المحامي يبقى واخد باله على أنه من شروط هذا الأمر أن يكون المال اللي هو موجود في الزمة المالية للجهة العامة أن يكون أتى لها بسبب صحيح والبيع بازد من التسعيره أو الفرق بازد من التسعيره ده فرق أتى ببيع بعد ما سوديه جريمة أصلا ما يخش في الزمة المالية وبالتالي فإن على فرض صحة الأوراق جدلا فإن استلاء الموظف العام على هذا المبلغ أو على هذا الفرق يكون ليس مستوليا على مال العام وفعلا قضت المحكمة بتهمة الجنحة عليه أيضا أنا أتذكر أن في أموال يعني المال المستولى عليه برضو مال خاص أو تحت يد الجهة أو تحت إدارتها أو شرفها زي حضراتكم خزائن البنوك أن أنا بأجر خزنة في البنك أشيل فيها الأشياء السمينة مجوهرات أشيل فيها يعني مؤلفات سمينة أن هي تروح هنا أو تروح هنا أن هي يتم العمس بها أن هي تتسرق بأجر خزنة فحضراتكم كانت معروضة علينا قضية وكان موظف في أحد البنوك اللي هي الحكومية أنه قدر يوصل على أنه يفتح أحد الخزائن ويستولى على مجوهرات أحد المستأجرين لهذه الخزنة وأنه يتصرف فيها وثبتت التحقيقات أنه تغم هذا الرجل وقدم إلى المحاتمة بتغمت الاختلاص وهنا إحنا قعدنا نبحث في هذا الأمر ووظفته إيه وجبنا الأوراق والقرارات اللي هي بتاع وظيفته وإنه هو متعين على وظيفة إيه وليس من بينها أن هذه الخزنة تحت إشرافه أو تحت اختصاصه أو تحت إدارته وبالتالي هنا ما يبقى الأمور دي هي بعيدة عن موضوع الاختلاص وأنا يعني الأمور دي أنا بعرضها بدقة على أساس أن كثير من القضايا حيتم عرضها عليكم والموظف ده ما كانش معهود له معهود له أنه يحافظ عليها لأنه بيشترد بطبيعة الحال أن يكون الاستلاء على المال ممنزبة الوظيفة دي لكن هو استغل الوظيفة أو بلاش استغل الوظيفة دي عشان ديت في جريمة التربح أن الوظيفة سهلت له الحصول على هذا المال واللي هو تحت يده اللي هي المجوهرات دي فلوما الوظيفة بتاعته أنه شغال في البنك آه هو ما كانش معهود له الحفاظ أو أنه يبقى حارس على هذه الخزن إلا أن الوظيفة بتاعته كوظيفة في البنك سهلت له الاستلاء على أموال المجوهرات دي وتم الاستلاء عليها وكده كانت الوظيفة بتاعته هي سبب تسهيله للاستلاء هنا الاستلاء مش لازم أن يكون هو لاجب أن يكون موظفا عاما ده الأمر عشان يبقى فيه استلاء حضراتكم طبعا بأي فعل لأنه هنا لو كان حايز هنا لو كان حايز للحاجات للأموال اللي استولى عليها دي كانت حياسة كانت اختلاص لأن المختلص طبقا لنص المادة 112 من قانون العقوبات هو اللي بيختلص الأموال اللي هي في حياسته واستلامها بسبب وظيفته ولكن جريمة الاستلاء على المال العام ما يكونش في حياسته المال اللي هو تم الاستلاء عليه وما يكونش أيضا برضو أنه ما يكونش هذا الأمر دخل في حياسته ولا تحت يده ولكن هنا قد يستولى على المال هنا بأحد طريقين إما خلصة أو احتيال خلصة يعني زي مثلا ساعي اللي بيدخل مكاتب الموظفين ويسرق أحد الملفات وظيفته كساعي هي اللي سهلت له الاستلاء على هذا الأمر طب لو ما كانش موظف عام التهمة هتبقى سرقة أو هتبقى نص على حسب الأحوال هذه حضراتكم موضوع الاستلاء على المال العام مثال الاحتيال أيضا أنه أحد الموظفين العوميين قدم إقرار غير حقيقي على أساس أنه يعني يعني عنده أربع أولاد وهو ما عندوش الأولادين بس عشان ياخد إعانة غلاء أزيد من المستحق له ودي دي بالاحتيال بيستولي على المال العام ليس من حاوه فيجب أولا أن يكون الاستلاء على المال بغيره حق حتى ولو كان له حق أن يستولى على شيء معين أو على قيمة معينة أو على قدر معين إلا أن الخصول عليهم برضو كان بيبقى بغير حق حضراتكم بالنسبة لتسهيل السلاء بغير حق للغير زي ما كاتب حسابات أنه يعمل استمارة صرف لأحد الموظفين صحابه في الهيئة ديت ويكتب له يعمل له صرف مثلا 1500 جنيه رغم أنه له ألف جنيه بس فيكتب له استمارة صرف بأزيد من المستحق له ديت حضراتكم هنا بيبقى الموظف ديت جريمة اسمها جريمة التسهيل الاستلاء للغير على المال العام هنا الموظف العام هنا اللي سحل هذا الأمر للأخ التاني اللي هو صديقه سحل الاستلاء على المال العام طيب ده هل بيجوز كما يجوز التسهيل الاستلاء بفعل إيجابي يجوز تسهيل الاستلاء بفعل سلبي آه أنه يبقى حارس عقار بيتفق مع واحد أنه أنا حمسك من وردية من الساعة كذا للساعة كذا أنت ويتفق معه أنه يجي حي وأثناء فترته ويتغافل عن الموضوع ده هو ويخلي الراجل ده يدخل ويحصل على بعض المنقونات أو بعض الأشياء اللي موجودة في المؤسسة الحكومية وياخدها وهنا الموظف بيبقى حضراتكم التهمة هو أنه مشترك أنه مشترك مع الراجل اللي استولى على المال العام طيب لو كان الراجل اللي استولى على المال العام ده مش موظف عام أحد الأفراد من الناس اللي هم العاديين يعني هنا بيستبعد الموظف العام أنه يبقى مشترك في جريمة سرقة وجريمة ناصر طيب هنا الأمر هنا تدخل المشرع وهنا وعمل في الموضوع ده هو في المادة 113 للحيلولة دون أن يكون هو أصلا الموظف اللي هو تغافل عشان واحد يدخل يسرق شوية حاجات ويتغافل منه طيب ما هو بيخرج من الجريمة لو اللي بيسرق أو بيستولي على المال العام ده مش موظف عام مش مفيش اشتراك في الكلام ده طيب يعمل تدخل المشرع في المادة 113 بجريمة خاصة هي تسهيل استيلاء على المال العام للغير وهنا وهنا أصبح بالتعديل ده هو الموظف العام اللي هو الحارس أصبح هو فاعل أصلي فاعل أصلي لأنه هو لما تغافله ما كانش التاني دخل ولا سرق واستولى على الأموال العامة اللي موجودة وهنا أصبح هو طيب هنا لو شخص عادي اللي هو سرق طيب لو كان موظف تاني يعني موظف الحارس موظف عام وسمح لموظف عام آخر أنه يخش يسرق الأمور ديت هنا حيبقى الموظف اللي سرق حيبقى هو فاعل أصلي واللي سمح له أو تغافل عن الحراسة بيبقى مشترك طالما أنه اللي سرق أو استولى على المال العام موظف عام هنا الاستلاع بغير حق على المال الدولة يقضي استغلال الوظيفة العامة وديت بتحصل حضراتكم بتحصل زي ما أنا قلت المثل اللي هو الساعي اللي بيدخل في مكاتب الموظفين وبيسرق أحد الملفات ده ده قادي حضراتكم أن بيبقى استغلال الوظيفة العامة لهذا الأمر يقضي استغلال الوظيفة العام أيضا مش لازم يبقى يستولي على المال العام في الشركة اللي بيشتغل فيها لا ممكن يكون أن وظيفته بتقتضي أن يروح هيئة تانية حكومية وظيفته هي كده بيروح بيودي خطابات بيروح يودي رسائل وهو هناك سرق حاجة من الحاجات اللي هناك فيبقى استغلال الوظيفة هي برضو بيكون شرط من شروط الاستغلال استغلال الوظيفة هو شرط من شروط الاستغلاء على المال العام حضرات حضراتكم هنا أمر مهم جدا المشرع في المادة 118 مكرر به قرر الإعفاء اللي بيبلغوا عن الجرائم هنا في المادة 118 مكرر به من قانون العقوبات يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكاب بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اجتشافها بيعفى بعد تمام الجريمة وقبل اجتشافها اللي بيبلغ السلطات هو بيعفى من الجريمة أيضا الناس استولوا أو اختلسوا أموال وخبوها عنده واحد واللي عنده الأموال دي هو اللي راح بلغ هنا المشرع قال البلغ ده حتى إمتى بقى احنا قلنا قبل اجتشاف الجريمة بعد تمام الجريمة وقبل اجتشافها بيعفى طيب حتى بعد اجتشاف الجريمة وقبل الحكم في الدعوة هنا المشرع تدخل تشجيعا للناس قال لك طيب بعد اجتشاف الجريمة وقبل الحكم النهائي في الدعوة وواحد عاوز إنه يبلغ عن الجريمة ما هو واحد ممكن ضميره يقنبه وعاوز يبلغ عن الجريمة شجعه هنا بس المشرع قال إيه قال تمام يعني قبل الحكم النهائي يعني ممكن يكون صدر عليه حكم بس ما أصبحش نهائي بخمسة وعشرين سنة ولقى نفسه خلاص هيضيع رح مبلغ عن الجريمة هنا حضراتكم المشرع بس اشترط قال إيه قال لابد أني لابد أني الإبلاغ ده يؤدي على رد المال المسروع أو المستوى اللي عليه أو المال المختلص ويؤدي لضبط باقي الجناع إذا كان هناك جناتين تشرت لكن قال لو الإبلاغ ده بعد الحكم ما قدش ما ترطبش عليه رد المال أنه ما يقول المال عند المكان الفاني ويرشد عن الماء البالدة لا يعفى من هذا الأمر لا يعفى من هذا الإبلاغ فيه تصرف حكيم أيضا من المشرح أنه رفض الإعفاء للمحرد الذي يحرض المتهمين على ارتكاب الجريمة رفض الإبلاغ لما ييجي في وسط سواء قبل اكتشاف الجريمة أو بعد اكتشاف الجريمة وقبل الحكم النهائي في الدعوة أنه يروح يقدم بلاغ ده رفض الإعفاء له لأنه هو أصلا اللي حرد المتهمين على ارتكاب الجريمة وهو أصلا لما لما تحريضه كانت ما كانش فيه جريمة أبدا بيعاقب عليها أو بيتحاكم عليها المتهمين رفض الإبلاغ رفض الإعفاء للإبلاغ عنه وده كان تصرف حكيم من المشرح زملاء الأعزاء بيقضاء بيبقى الجريمة التالتة والأخيرة وهي جريمة التربح اللي هي بتنص عليها المادة 115 من قانون العقوبات اللي هي بتقول كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد حضراتكم هنا الموظف إحنا في جريمة الرشوة اللي كانت لها محاضرة سابقة إحنا قلنا الموظف فيها بيتجر بالوظيفة وبيجعلها بيتاجر بيها عشان يؤدي عمل أو يمتنع عن العمل أو يخلب بواجبات وظيفته ده دي اتجار بالوظيفة طيب طب التربح التربح هو استغلال الوظيفة استغلالا للحصول على ربح أو فايدة أو محاولة الحصول على الربح أو الفايدة لنفسه أو لغيره هنا المشرح حاكم الجاني أو المتهم على الحصول الفعلي على الفايدة وعلى محاولة الحصول يعني لو هو يعني حصل على الفايدة يعاقب ويعاقب أيضا في السعي للحصول على الفايدة طبعا دي كاية من المشرع لوقف هذه الجريمة لللي هو بيبقى موظف عام وبيجعلها سبوبة زي ما بيقولوا الناس كده أو بيطلع له سبوبة من وراء الوظيفة زي مثلا حضراتكم فيه أمثلة كتيرة هنا وهنا المشرع تدخل للعقوبة هنا ليه لأن فيه مصلحتين المصلحة العامة اللي هو المفترض أنه بيحافظ عليها وبيرعاها الموظف والمصلحة والمصلحة الخاصة اللي هو الجاني عاوز يحققها نفسه فهين أصبح فيه تعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وعشان كده المشرع والمشرع بيسموها جريمة من جرائم الخطر خطر لأنها بتهدد الوظيفة العامة لأن فيه مصلحة عامة بيرعاها الموظف ومصلحة خاصة بيبتغيها الموظف مستغلا وظفته حضراتكم هنا هنا لابد شرط أنه الجريمة دي شرطها أن يكون اللي بيرتكبها موظف عام ويكون موظف عام وقت ارتكاب الجريمة أيضا وهنا اللي شرح قالوا مش لازم الموظف العام يبقى يبقى مختص بكل أعمال الوظيفة العامة لا يكفي أن يكون له نصيب من الوظيفة العامة يسمح له بالتربح في هذا الأمر حضراتكم 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 هنا احنا قلنا أن المشرع بيعاقب على الحصول الفعلي على الربح أو التربح وعلى محاولة الحصول أو السعي عليه اللي اتنين بيتساوك في هذا الأمر برضو احنا عاوزين هنا برضو أن بجد بعض السادة الزملاء المحامين أنه بيدفع بأن التربح اللي حصل عليه أو الربح اللي حصل عليه المتهم هو الربح مشروح قال لإني الأمر ده اللي الناس اللي هي كانت عاوزة تشتريه ما هو أنا دفعت المتهم دفع نفس المبلغ وهنا الدفع ده اللي هو بيقول بمشروعية الربح اللي حصل عليه المتهمة الكلام ده غير صحيح ليه لأنك لو ما أنت ما كنتش موظف ما كانش عندك علم بهذا العمل وما كانش أنت أصلا وظيفتك دي هي كانت سبب في حصولك على هذا الربح فالوظيفة هي كانت أنت استغلتها في الحصول على هذا الأمر ده فيه أمر آخر زي ما يعني كنت أتذكر كان فيه عمدة وكان بيشرف على أرض تبع للمحليات وكان هذا العمدة بيشرف على الأرض دي فجدت الحكومة تبعها فهو دخل في المزاد ورسي عليه المزاد وخاد الأرض دي وهنا قدم إلى المحكمة بتهمة التربح ونستغل الوظيفة اللي هي كانت دي دي كانت من ضمن القضايا اللي كانت برضو معروضة علينا أمر آخر ليه بطريقة مباشرة استغل استغلال مباشر الوظيفة فيه استغلال غير مباشر أيضا زي ما ييجي برضو أحد المحضرين أنه فيه واحد محجوز عليه ومتحدد معاد لبيع المحجوزات دي فيجيب واحد يقول له إيه ده فيه محتويات شقة حتتباع أنت تعال وحتدخل فيها بس ما تزودش عن مبلغ معين ويجيب ناس سوريين سوري يعني يخشوا كده يزايدوا أي حاجة ويبلغهم أنهم ما يزيدوش عن المبلغ الفلاني ويجيب الراجل بتاعه اللي هو بدخله يقول له أنت تبدل تزود لغاية مبلغ معين وبس وانت كده حيرسى الحاجة عليك وأنا برضو هشوف برضو مصلحتك برضو في الموضوع ده فهنا المخضر هنا استغل وظيفته في التربح حتى حتى ولو دخل فعلا مزيدين آخرين في هذا العمل ورسي المزاد على هذا الرجل اللي هو مشترك مع المخضر هنا أيضا يقدم بجريمة التربح أمام محكمة الجنايات لأنه استغل الوظيفة في الحصول على التربح هنا كان في حكم فريد سنة 64 هنا محكمة أمن الدولة العليا في قضية اسمها قضية الاستيراد الكبرى سنة 1964 64 أصدرت حكم كان حكم فريد يعني قالت إنه لا يجوز أني معاقبة الموظف الذي يتعاقد مع آخر في خصوص المقاولات أو غيرها المنصوص عليها في المادة 116 من قانون العقوبات إذا كان من شأن هذا التعاقد أن يدر ربحا على الطرف الآخر لأن كان موظف عام اتعاقد مع أحد المقاولين في عملية ودخل وتربح منها المقاول وقدم الموظف بتهمة التربح إلى محكمة الجنايات ومحكمة الجنايات أصدرت حكم بالبراءة قالت إنه لا يجوز معاقبة الموظف اللي بيتعاقد مع أي إنسان آخر أو مقاول آخر إذا كان من شأن هذا التعاقد إن الطرف الآخر حيربح لأن معنى كده إن إنت دولاب العمل حيقف لأن أصلا أي واحد بيتعاقد مع الحكومة على مقاولة هو بيبقى منتظر من وراه الربح أما وعشان كده يعني مش هينفد ومش هيفلت من العقاب إلا إلا الموظف اللي بيتعاقد مع آخر وهو معتقد وعلى يقين إنه هيخسر من العملية دي وليب تبقى نادر وهنا برضو حيتعاقب برضو الموظف على إنه ما كانش دقيق في هذا العمل لأن هذا الأمر بيسيء للوظيفة العامة يعني أتمنى ألا أكون قد أسقلت على زملاء الأعزاء لأن جرائم الأموال العامة جرائم دقيقة وفصولها عديدة ومنحنايتها بتبقى صعبة يجب على زملائنا والعاملين بالقانون إنهم يعيدوا هذه المحاضرة مرة واثنين وثلاثة ويرجعوا للقوانين نصوص القوانين اللي أنا ذكرتها ويطبقوها على الكتب اللي معاها اللي معاهم والنصوص عليها لإني أنا واثق إذا رجعت هذه الأمور اللي أنا ذكرتها إن شاء الله ربنا حيوفقكم في أي قضية من جرائم الاعتداء على المال العام وفاءكم الله والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة